اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله بيقولك كده مع الاعوج اكون ملتوي اذا كنت عايش حياة الاعوجاج هتجد التواء مش من العالم بس بل الله شخصيا مش هكون سهل معاك اشتركوا في القناة اذا كنت انت جواك في باطنك تتعامل بصورة فيها ادراك للرحمة بتاعته تجاهك فبالتالي تبقى رحوم مع نفسك ومع الاخرين هتلاقي الروح القلس بدأ يبقى رحوم عليك عشان كده لما رب درب المثل عن الناس المديونة شخص كان مديون بقليل واحد مديون بكتير وخرج من عنده قال له خلاص انا باعفيك خرج من هنا مسك واحد قال له هاتلي الفلوس بتاعتي وصل لي وقال له قالوا له على فكرة ده ما عداش المديونية بتاعت الشخص اللي كان مديون له نفس الشخص ده اللي انت عافيت عنه خرج طالب الشخص ده بالفلوس ورح نده قال له تعالي هنا انا غفرتلك في دوة انا عددتلك المديونية دي كونك ما عددتش المديونية دي للشخص ده ده انا عددتلك الاكتر طب تعالي بقاهت لديون بتاعتك روحه القدس ما بيتضحكش عليه او عدد تفتكر انا رائع مع رب وقالتف في ناحية البشر وابقى بشع او عدد تفتكر انك تنجح بهذه الصورة او عدد تفتكر انك تكون ملك معناها تكون شخص جشع كونك ملك معناها انك تسود على حياتك الشخصية وليس تسود على الآخرين اولا تمشي بالاتضاع ده تلاقي حياتك بدأت تشتعل وتمتلئ بروعة روحه القدس مع الرحيم اكون رحيم هنا بيقولك ايه كونه قال هانذا اجيل افعل مشيئتك يا الله ينزع الاول كي يثبت الثاني ايه الاول بذبائح ايه التاني انا افعل مشيئتك كونك بتصنع الكلمة لا تحتاج الى قلق في علاقتك مع الله يا ترى انا النهاردة صليت بكفاية انا مش بكفاية يا ترى النهاردة انا لازم اقرأك كتاب مؤدس النهاردة عشان يبقى فيه رضا علي واصل النهاردة عشان ما قردش الكتاب فعشان كده شفت المشاكل حصلت النهاردة لا الموضوع مش كده انت متخيل انه كده ربما بتقابل حد قد يكون خادم فيه كتير قوي بالصورة دي خدام بتحركوا بالصورة غير كتابية قلبهم رائع بس مش بتحركوا بالصورة كتابية فاول ما تروح له تقول له انا مش عارف فيه مشاكل في شغلي يقولك طب انت بتقرأ كتاب طب انت بتصلي كويس ممكن تكون بتصلي غلط بس المهم بتعمل فعل اسمه الصلاة ممكن بتقرأ كتاب مؤدس غلط بس المهم بتقرأ كتاب مؤدس فعندك اعتقاد انه بكده يرضى الله لان فيه ناس بتشير عليك بهذه المشاكل لا هي قصة مش كده ان تفهم هذا الاله ان تفهم هذا الاله هو ده السر القلب بتاعك هو ده الملك والكاهل الصح السليم الشرعي اش كده تم كنسلت وتم الغاء الزبائح ليه لان الله داعي لها طالما انا بصنع مشيئته افتح معاكم تاني اعمال واحد وعدد ستة اما هم المجتمعون فسألوا قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل كانوا يفكروا في استرداد الملك الرب يسوع قال لهم ايه ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها القافة السلطانية هل رب يسوع قال لهم الاجابة غلط السؤال ده غلط محاجه يسعر السؤال ده تاني ما فيش حاجة اسمها ملك ما قال لهمش كلا قال لهم ملكوش تعرفوا امتى ما قال لهمش السؤال غلط انا عارب كويس قوي ان الناس تعتقد لما رب يسوع وقف هو بيتحاكم قبل الصلب قالوا مملكتي ليست من هذا العالم الناس تعتقد ان الملك بتاع يسوع روحي فقط وليس ارضي لو كان كده فعلا كان الرب يسوع هنا وابخ التلاميذ كونهم بيسألوا سؤال زي كده بلهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الانفة السلطانية يس هيحصل استرداد الملك على الارض شعب اسرائيل طول الوقت مستني ده يحصل لحد يومنا هذا لكنهم فقدوا الجزئية بتاعت يسوع اللي هو انه يملك على القلوب قبل ما يملك على الارض يسوع هيجي ويملك على الارض الف سنة وحرفية لكن يص بقضية انه يملك على القلوب يملك على القلوب شعب اسرائيل كان منتظر ان يسوع ييجي يملك كملك أرضي فرح التلميذ قالوا له ها بعد ما ديك خلصت كل حقبة الزمن بتاعك مدت وقمت هل معنى كده هتدي ترد الملك قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم لكنكم يعني معناها لها دعوة ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم معنى كده استرداد الملك ليه دعوة بإيه ما تشغلوش بالكم الوقت إمتى لكن ليه دعوة بالروح القدس ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونوا ليه شهودا في أرشاليم في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصر أرض معنى كده أن الروح القدس هو الملك الآن على القلوب عشان يؤدي إلى الملك على الأرض افتح معايا تسالونيك الأولى خمسة وعدد واحد وأما الأزمنة والأوقات بولس بقول فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها تاني رب يسوع كان يقول ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة الأوقات يجي يقول السرسول يقول أما الأزمنة الأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أكتب لكم عنها لأنكم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كالصف في الليل كذا 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 معنى كده معنى كده أن الرب يسوع لما قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات لكنكم ستنلون قوة متحل روح القدس عليكم في الوقت ده مرهمش يعرفوا ما كانوش أخدوا روح القدس أول ما أخدوا روح القدس اللي هي بتاعت بولس بولس بعد قدر يعرف الأزمنة الأوقات قال لهم أما من ناحية الأزمنة الأوقات أنتم عارفين كواس قوي عشان كده كون بولس قال الجملة دي معنى كده من حق إنا نعرف الأزمنة الأوقات ليس منعات ده مش رعب ده مش حاجة في المجهول لأ نقدر نعرف نعرف الرب قرأ بيجي إزاي نعرف إمتى روح القدس يستطيع أن يوصل لنا كل دو للسبب أن بولس قال لهم يا جماعة اشتغل ومش هيجي دلوقت إيه اللي خلاك واثق يا بولس قالوا آه لن يأتي إلا ميأتي الارتداد لأن في الوقت ده حصلت هوجة كبيرة قوي في كنيسة أول ما يسوع صعد قالوا خلاص رب يسوع هيجي في خلال أيام في خلال أسابيع لدرجة كانوا يقولوا البعض مران آثى رب قريب رب قريب بطلوا يشتغلوا ليه اعتقاد أن رب يسوع رب يجي هيرد الملك كانوا موهمين أن رب يجي بصورة في خلال أسابيع شهور سنين بولس جه نور الكنيسة وقال لهم يا جماعة من لا يعمل لا يأكل رجعوا كل واحد يشغلوا مش هيجي خالص الفترة دي مش الجيل ده خالص إذن بولس كان عارف الأزمنة والأوقات معاني رب يسوع قال لهم ليس لكم أن تعرفوا لكنكم ستنلون قوة متحل راح القدس علي مع كده راح القدس هو اللي هيعرفكم الأزمنة والأوقات معنا كده راح القدس ولي خليكم تملكه هنا على الأرض وأول ما المؤمنين يبتدوا يملكه هنا على الأرض يقدروا يجيبوا يسوع يملكه هنا على الأرض هو ده الملك الألفي ما لم تفهم هذا هتعيش حياتك وانت مش فاهم الهدف بتاعك هنا على الأرض إيه مجدن رب خلينا نكمل تسالونيكي تانية أثنين وعدد ستة والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته لأن السر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط ثم نسألكم أيها الأخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أي أن يوم المسيح قد حضر لا يخدعنكم أحد على طريقة ما لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله أما أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا والآن تعلمون ما يحجز يحجز إيه هو ده الشخص اللي هيجي اللي هو الوحش ونبي الكذاب وده هيحصل في سبع سنين الضيقة وكلمة مجيء يسوع هنا بتكلم عن مجيء وليس الاختطاف في فرق بين المجيء والاختطاف هيجي الوقت ونتكلم عن الأخرويات لكن هنا بيقول ما يحجز استعلان هذه الأشخاص اللي هتكون مندوبة عن إبليس على الأرض من اللي بيحجز الكنيسة لأن سر الإثم الآن يعمل فقط لأن يرفع من وسط الذي يحجز الآن وحين إذ سيستعمل الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويفطله بزهور مجيئه الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكي لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ما يحجز ما يحجز النظام الشيطاني دو هو مين الكنيسة كملوك وككحنة نقدر نحجز ونمنع إبليس أنت مانع لإبليس في العائلة بتاعتك أنت مانع لإبليس في الشغل بتاعك أنت مانع لإبليس في الشارع بتاعك أنت مانع لإبليس في البلد بتاعتك أنت معيق لإبليس فقط لو أنت مؤمن فاهم الوظيفة بتاعتك لو أنت مش فاهم الوظيفة بتاعتك مش فاهم حقوقك في المسيح مش هتكون قادر تستوعب يعني إيه تحجز الإثل تبقى أنت مهزوم كونك تحجز أي تمنع معنى كده أنك أنت في سلطانك تعمل دوا لكنك مش فاهم الزوايا دية بصورة صح فأنت مهزوم لكنك لو فاهم أنت أول حاجة تنتصر جواك وتكتشف أن لا يوجد الإثم سلطان عليك فيه تحجز الإثم في حياة الناس التانية وتحجز الإثم في الأرض وتلاقي أنت أنك مصلح لكل المنطقة بتاعتك آه فيه شر بيحصل ممكن ما توقفش كل حاجة لكنك على أقل معيق لحاجات كانت ضخمة هتحصل إمتى المؤمنين يوصلوا لحتة دية أول ما يدركوا هم مين في المسيح لو أنت أدركت أنت مين في المسيح أدركت أنك ملك وكاهن وقمت بوظيفك صح هتكتشف أنك أنت قادر تحجز الإثم وتمنع الشر من حدوثه في الأرض إمتى مع طريق دو بس قبل الآخرين هو حياتك الشخصية عشان كده كونك ملك لك سلطان كونك كاهن لك دور تشفعي ضخم لك دور إنقاذي للناس الكاهن مش بس بيقدم زبايح الكاهن بيعمل حاجات كتيرة تانية كملوك وككهنة جعلنا ملوك وكهنة لو أنت قعدت تحتفل طول الوقت لو ناس اللي بتكسب كاس العالم وبتحتفل كل واحد أخذ جوائز وبعد يحتفل ماذا بعد الاحتفال هتظل بتحتفل هي أنا صرت ملك وكاهن لا فيه شغل بعد كده إذا كنت أخذت الشيكات بتاعتك كشخص منتصر جه الوقت أنك تروح تصرفها من البنك وتستخدمها هو ده ما بعد الانتصار حياتك مرتبطة بينك تفهم أنت مين في المسيح يعني ملك وكهن هرى معاكو مت أربعة بعد أربعة فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل الكلمة تخرج من فهم الله حياتك مرتبطة وإنك تستمع للكلام اللي خارج من فهم الله يعني إيه الحتة دي معناها إنك بتحية بإعلان الله ليك عن ذاته لو أنت مش مكتشف هذا الإله بالصورة الصح مش هتقدر تعيش على الأرض هتكون ميت وإنك عايش ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة جاي ريمة ريمة أي كلمات بتتقال من وإلى بصورة شخصية إليك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فهم الله أي كلام الخاص اللي أنت بتستقبله من الكلمة إليك هارا معاكم شاهد تاني عشان نبقى فاهمينها أكتر افتح معايا متى 16 وعدد 18 تسمى أن المؤمنين عايشين في ضعف روحي حياتك مرتبطة باستعلان الكلمة جواك متى 16 وعدد 18 وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقو عليها خلينا نفهمها أكتر الأعداد اللي قابليها عدد 13 ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية في ربوس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان فقالوا قو يحنى المعمدين في ناس تبقى عليكم يحنى المعمدين وأخرون إلي وأخرون إرمية أو واحد من الأنبياء فقال لهم وأنتم من تقولون أني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب السوع قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونى إن الأحمن ودمن لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات ركز على كلمة يعلن يعلن أن يكشف إن لم تكتشف إن لم تكتشف أعماق كلمة الله وده يجي عبر التركيز فيها وتحط قلبك فيها إن لم تكتشف حياتك تعيش في مستوى قليل ليه؟ لأن إعلان الكلمة هو ربي يفتح ذهنك خليك تكتشف يفتح عينيك خليك تكتشف ده شغل لحق قدس قال له ده مش بشر اللي عملها لك يا بطرس ده أبي ده شغل ده لمسة إلهية خليتك تفهم وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس أنت بطرس أنت صخرة صغيرة لكن وعلى هذه الصخرة الكبيرة بطرس معناها صخرة في اليوناني بطرس وعلى هذه البطرة على هذه الصخرة الكبيرة إيه الصخرة الأولى بطرس شخصيا أنت صخرة وعلى هذه البطرة هذه الصخرة الكبيرة إيه هي دي الإعلان الإعلان الاكتشافي أن أنا ابن الله هي دي اللي بتبني عليها الكنيسة وعلى هذه الصخرة الكبيرة أبني إعلاني أن أنا ابن الله أبني كنيستي وما تقدرش عليها أبواب الجحيم وأبواب الجحيم لن تقوى عليها حياتك مرتبطة بالإعلان الإلهي ده إن ما اكتشفتش أعماق الكلمة هتعيش حياة جافة وضعيفة حياتك مرتبطة بالمستوى ده على قد ما بتدي انتباهك للكلمة على قد ما تكتشف تكتشف أعماق الكلمة وتلاقي أبواب الجحيم كل الأرواح الشريرة ما تقدرش عليك كل الأرواح الشريرة أبواب الجحيم لن تقوى عليك حللويا ليه لإني الأرواح الشريرة ترتعب من النور والإدراك اللي أنت اكتشفته أرواح الشريرة ضعيفة جدا لو أنت مشيت بالنور هي ترتعب من هذا النور لكن لو أنت مشيت متجاهل حق الكتاب هو بتقدم إليك لو أنت مش مشتعل وأنت بتستقبله لو لم تسمح أن الكلمة تغير في شخصيتك لو لم تسمح الكلمة تغير في دوافع قلبك ما لم تسمح الكلمة تغير في ذهنك وفي أفكارك هتبعيش حياة عادية بتتهزم بتنحني بتكتئب زيك زي أي حتى عادي لكنك تبني على هذه الصخرة الكنيسة هي مفردها إيه؟ أنت كل مؤمن هو حجر في هذه الكنيسة إذن أنت مبنى على إعلانات الكلمة وليس آيات تتحفظ مش آيات بتتحفظ بل إعلانات مفاهيم إدراك أول ما تدرك هتكتشف حياتك اتنقلت لمستوى تاني إزاي يحصل إدراك ده؟ ده أنا هنتكلم فيه مكرا عشان كده انتبه حياتك مرتبطة بالإدراك كآية الوحديها مش هتفيدك إدراك الآية هو اللي هيفيدك لو عندي جهاز في البيت جديد وأنا مش مكتشف إمكانياته أنا أمتلك الجهاز لكن أنا مش عارف إمكانياته فمش عارف أستخدمه عشان كده الملك والكاهن لن يكون فعال أنت ملك وكاهن لن تكون فعال على الأرض لن تسلك كملك في الظروف ولن تسلك ككاهن في علاقتك مع الله ما لم تكتشف إعلانات الكلمة اللي بتتكلم عنك إعلان الكلمة إدراكك للكلمة أنت الصخرة يا بطرس أنت صخرة لكن على أساس الصخرة الضخمة اكتشافك أني أنا مين إعلان أنا مين في المسيح إدراكك عن شخص الله هو ده اللي يبني الكنيسة عليها تبنى الكنيسة وإحنا بنصن دلوقتي يبتدي أشكر الله من أجل أنه جعلك ملك وكاهن ويبتدي أقول أنا بحية كلام متقال عني في النبوات اكتنوا أدس كله نبوات عني مش مستني الآية دي تطلعني مخصوص علشان أقول الآية دي عايزها تبقى ليا يا ريت تبقى ليا هي ليك خلق فعبا نصلي حللويا ما بشكرك لأن كل كلمة كل كلمتك هي لي نصلي 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 كما يمكنك تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك